حديث ودعوة قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما دع بها مؤمن إلا فرج الله عنه من يقسم جماعة الآن؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل هو بحاجة أن يقسم؟ لا والله لأنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن يقسم لعظم هذه الدعوة كلنا يا جماعة اللي عندها هم اللي عليه دين اللي يريد زواج يريد ذرية فنحتاج حبتي في الله فعلا أن هذا القلب لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى فالرسول الآن يريد أن يخبرنا عن دعوة ويقسم ويقول الذي نفسي بيده ما دع بها مؤمن إلا فرج الله عن هذه الدعوة لها قصة قصيرة في عهد عمر بن الخطاب إذا الله عنه وأرضاه كان سعد بن أبي وقاص صلى الله عنه وأرضاه جالس في مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص جمعه خال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جالس وكان عثمان جالس جاء سعد يريد أن يسلم عن عثمان رب الله عنه وأرضاه ذنه ورين سلم قال السلام عليكم ورحمة الله عثمان خير جماعة ما رد السلام على سعد خضب سعد خرج من المسجد وذهب إلى عمر كان هو الخليفة قال يا عمر أحدث شيء في الإسلام صار شيء في الإسلام عندهم أمر عظيما ليسلم مرد السلام تعال الآن إذا سلم شخص كان غريب شو عنده هذا كده بشيء يا أخي السلام الله هو السلام واسمنا اسم الله السلام يا جماعة افسوا السلام بينكم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فذهب سعد إلى عمر قال يا عمر صار شيء في الإسلام قال لي ما يا سعد قال سلمت على عثمان فلم يرد عليه السلام قال اتوني بعثمان الآن يجيني يقول عمر فلما أتى عثمان قال يا عثمان يسلم عليك خال المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما لم ترد عليه السلام قال عثمان والله ما سلم سعد قبل سلمت هل يكذبون يا جماعة حاشاهم فهم صحابة والرسول علمهم على الصدق فالقول والعمل فقال سعد سلمت قبل قليل عليك يا عثمان كنت في المسجد تذكر عثمان قال نعم نعم رأيتك يا سعد ولكن لم أنتبه لسلامك لأني كنت مهموما حزين كان عثمان مهموم حزين ومرات الشخص يجي معه يكون عنده مشكلة وعنده هم شاغلا باله يسمعه شخص فرعبه فلان صح مشغول بالك الآن قضية أنت فعثمان كان مشغول بأمر عظيم قال عثمان نعم ولكن والله يا سعد لم أنتبه لسلامك لأني كنت مهموم حزين قال ما الذي أهمك يا عثمان اسمع وش اللي أهم عثمان العفا قال في يوم الأيام كنا جلوس عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام يجي معه متى في أهد عمر يعني مات الرسول مات وبكر في أهد عمر وإلى عثمان في بالها السانفة قال في يوم الأيام كنا جلوس عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخبرنا بدعوة قال والذي نفسي بيده دعوة ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه كان بيقول الدعوة دخل عليهم إعرابي وقطع عليهم الحديث والكلام وأخذ يسأل الرسول على الإسلام وعن الدين طول مع الرسول الصحابة تفرقوا عندهم حياء من الرسول سلم عليه صلوا عليه جماعة الشاهد قال تفرقنا وراح الرسول تفرق الجمع وإلى الآن ما عرفت وش الدعوة التي يقسم عنها أبو القاس قال عمر ونحن كذلك بعد عمر وحد تانا بعد ودي ألفها كان جائز عمر معهم قال لهم سعد من أبي وقاس أنا أخبركم بهذه الدعوة لا تشيلون هم قال سعد من أبي وقاس فلما خرج الرسول من ذلك يعني الجمع والجلسة قال تبعته مسرعا إلى البيت يمنع إيش يسبب الرسول قلنا عنا ما يجي معه خال الرسول يعني يمون عليه قال تبعته بيت مسرع فطرق عليه الباب قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قبل قليل قلت والذي نفسي بيده دعوة ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه ما هي رسول الله قال نعم يا سعد هو الذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن ومسلم إلا فرج الله عنه فقال نعم يا سعد إنها دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين ما دعا بها مسلم قط إلا فرج الله عنه إخواني احفظوا هذه الدعوة وقلوها لمن تحبون من أحبابكم قال لي عنده ذرية إلى آن ما عنده ذرية له ما تزوج كم سنة عنه هذه الدعوة والله الذي لا إله إلا هو كم من شخص أخذ يقول هذه الكلمة فوالله رأى الفتح عظيم من الله سبحانه وتعالى وبعض الأشياء يقولون مياه الآن تقولون شيء خيالي بفضل الله ثم فضل هذه الدعوة التي يقسم عنها أبو القاسم والذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن إلا فرج الله عنه دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين قالها يونس بن متى لما كان في بطن الحوت في ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فقال هذه الكلمات شقت ظهر الحوت وشقت ذلك البحر وشقت السماوات حتى قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من رجل معروف في مكان غير معروف قال هذا عبد يونس بن متى ثم قال الله بعد هذه الآية لما أطلق تلك الدعوات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله بعد هذه الآية فاستجبنا له ونجيناه منين من الغم كان في غم الآن ثم قال الله والشاهد وكذلك ننجي المؤمنين قال العلماء نستفيد من هذه الآية وكذلك ننجي المؤمنين أي أن هذه الدعوة ليست خاصة بيونس عليه السلام بل هي إلى جميع مؤمن وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من المسلم والذي يفسي بيده دعا بهذه الدعوة إلا فرج الله عنه فأحفظوا هذه الدعوة جاك هم جاك غم عليك ديون أمراض سكر ضغط ما تزوجت تبي تخرج تبي نسبة تبي وظيفة تبي مال أرفع إيديك في الفلف الأخير من الليل مع انكسار هذا القلب لا إله إلا أنت سبحانه كأني كنت من الظالمين والله وبالله وتالله تصديقا لكلام الله لكلام محمد صلى الله سترى العجب العجاب وسترى الفتح من الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا سأله جل وعلا بمن نهيه كرم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك بهذه وجهة طيبة أن يجمعنا وإياكم في جنات جنات النعيم إخوانا على سر المتقابلين وصلى الله وسلم على نبيه المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصحبه أجمعي وصحبه أجمعين شكرا